توقع مستشار الإعلامي لرئيس المجلس النواب الليبي فتح المريمي تأجيل الانتخابات العامة لفترة وجيزة مرجعا ذلك إلى الصعوبات والعراقيل التي واجهت العملية الانتخابية من جانبها أكدت مفوضية الانتخابات الليبية أنه ليست لديها أي مشكلة فنية في إجراء الانتخابات في موعدها يأتي ذلك فيما كثفت الأمم المتحدة من حراكها بين أطراف الليبية لإنقاذ العمليات السياسية معنا من القاهرة متحدثة سابق باسم المجلس الرئاسي محمد سلاك أستاذ محمد مرحبا بك معنا إذن عندما تؤكد أو ترد على مختلف التصريحات والتحليلات بأن مفوضية الانتخابات ليست جاهزة تقارير أوروبية تقارير غربية ودولية كذلك تؤكد هذا السياق يأتي الصيح يقول المفوضية جاهزة من الناحية الفنية لإجراء الانتخابات الرئاسية هل يغير هذا شيئا؟ مساء الخير وتحية طيبة لحضرتك ولمشاهدي سكاي نيوز من ناحية إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر هذا لا يغير شيء ولكن من ناحية أخرى يعني كلام السيد عماد السايح في تقديري صحيح وكأنها رسالة مبطنة لا يوجد مشكلة فنية ولكن يوجد مشكلة سياسية يوجد قائمة نهائية تحوي بعض الأسماء التي إن خرجت إلى النور وأصبحت في داخل قائمة نهائية ستثير حفيظة مجموعة مسلحة غير منضبطة لا يمكن أن تتوقع ماذا ستقدم عليه وبالتالي ربما نحن نتفهم الضغوطات والموقف الذي تمر به المفاوضية ورئيسها إلا أنه لا ينبغي أن تصبح ليبيا رهينا يعني منذ البداية مختلف الفرقة أن هذه خريطة الطريق تم فرضها من الأمم المتحدة ومن الولايات المتحدة بالأساس لإلى يومنا هذا لا تزال مستمرة ومتمسكة بهذه المواعد وهذه الخريطة كان هناك أصوات من داخل ليبيا تقول يجب المصالحة يجب حل الموضوع أمنيا لأن هذه الميليشيات نفسها ستفجر هذا الموعد وهذا الاستحقاق هذا ما حدث حقيقة هل تكرر نفس التجربة وبالتالي نتوقع نتائج مختلفة يعني تكرار نفس التجربة مع توقع نتائج مختلفة سنصبح هكذا ندور في حلقة مفرغة بالفعل منذ أن بدأت السلطات الجديدة الحكومية والرئاسية في مهامها وكان من المفترض أن تكون على رأس أولوياتها ملف المصالحة الوطنية توحيد المؤسسات السيادية تذديل العقبات أمام العملية الانتخابية ما الذي جرى من كل هذا لم يجري منه شيء لا يوجد أي عمل حقيقي قامت به السلطات الجديدة التي جاءت من الأساس من أجل هذا الغرض وهو تعبيد الطريق نحو العملية الانتخابية وإزالة هذه الألغام المنتشرة في كل أرجاء البلاد تحدث هنا عن ألغام سياسية من أجل فك العقدة والوصول إلى الانتخابات تفاجأنا بحكومة انحرفت عن مصارها وأصبحت طرفا في العملية الانتخابية رئيسها ترشح وبدأ يتحرك وكأنه يقوم بحملة انتخابية ويوقع عقود هنا وهناك ولا يوجد أي التزام بخارطة الطريق المجلس الرئاسي أيضا لا نعلم شيء عن مصار المصالحة الوطنية أين فقط مؤتمر صحفي ولجنة عليا يفترض أو هيئة عليا يفترض أن تنبثق عنها لجان لا ندري إلى أين وصلت من هم أعضاء هذه اللجنة كيف يشتغلون أين هم من المشهد كل هذا يكتنفه الغمو هل يمكن حالتها في هذا السياق خاصة أن البعض يتحدث أنه سيكون هناك مبادرة أو وساطة من الأمم المتحدة وربما خطة تطرحها للأمريكية السابقة اللي كانت تقود البعثة اللي نسيت اسمها الآن لكن هل ستيفاني ويليامس ستيفاني ويليامس شكرا يعني هل من يملك الجرأة للإعلان لإعلان التأجيل بشكل رسمي هل ستتعقد الأمور أم تحلحها خاصة أنه دبابة نفسه وهو قانونياً لا يمكن أن يستمر بعد موعد الرابع والعشرين من ديسمبر يعني أعطى دلالات بأنه لا يعني يفكر في التراجع أو ربما تسليم السلطة في هذا الموعد بحسب الأنباء المتداولة وبحسب تصريح من أحد السادة عضاء مجلس الدولة الاستشاري وفقاً أو على وقع اللقاءات التي أجرتها سيدة ستيفاني ويليامس مع عدد من القيادات السياسية والعسكرية في داخل ليبيا شرقاً وغرباً أن هناك سيناريوين السيناريو الأول وهو تأجيل الانتخابات لشهرين إلى حين الاتفاق على قاعدة دستورية والسيناريو الثاني وهو تشكيل حكومة أزمة مصغرة تشرف على المرحلة الحالية تكون ذات أذرع قوية وتقود البلد إلى حين الاستفتاء على الدستور وهذه معضلة أخرى باعتبار أن هذا الدستور محل جدل ويوجد مكونات قاطعة هذا الدستور ويحتاج إلى تطوير ولكن ألا يعني هذا الخضوع بالنهاية لزرع الإخوان المسلمين لأن هذا كان طرحهم منذ البداية للأسف الشديد أن جماعة الإخوان المسلمين طيار الإسلام السياسي بشكل عام هو من قادنا إلى هذا المأزق بمعارضتهم وعرقلتهم للعملية الانتخابية والتهديد بالعنف والتصعيد وهم أيضاً سبب من أسباب عدم إعلان القائمة النهائية للمرشحين وبدرجة أولى يستهدفون سيد سيف الإسلام القذافي يعني يريدون قائمة خالية منه عن رغم من حكم المحكمة البات الذي صدر عن محكمة سبها يعني بهكذا بمنتهى المباشرة وبالتالي لابد من أن يكون هناك دور حقيقي للمجتمع الدولي لوضع حد لهذه المماحكات وهذا التلكؤ والعرقلة التي يقوم بها تيارات بشكل واضح وعالني غير مستطرة يتتحدث عن عدم إجراء الانتخابات بشكل واضح تهديد بحمل السلاح أو تحريض على حمل السلاح أيضاً بشكل واضح تصريحات موثقة يعني عبر وسائل إعلام مرئية لا تحتاج إلى أدلة أين المجتمع الدولي أين التعهدات والبيانات شديدة التي صدرت بمعاقبة كل من يقوض العملية السياسية أو يعرق الانتخابات في ليبيا لا نسمع إلا بيانات فقط الآن وقت الحزم الآن وقت العمل بجدية من أجل إنقاذ العملية الانتخابية في ليبيا باعتبار أن هذا هو الطريق نحو الاستقرار نعم طريق وعر وطويل ولكن في النهاية هكذا هو المشهد الآن الأمم المتحدة ومن خلال الجهاز الرئيسي المسؤول عن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وأشير إلى مجلس الأمن عليه أن يتحرك ويفعل القرارات الذات الصلة بليبيا وأن تكون تحركات جادة من الموسى لإتمام العملية الانتخابية في موعدها المحدد شكراً جزيلاً لك من قاهرة المتحدثة السابق بسم المجلس الرئاسي محمد سلك